اهلا وسهلا بكم مع عزيزي المشاهدين اثارت مناقشة الكونغرس الامريكي للمشروع التعامل مع العراق على شكل ثلاث دول حسب المكونات الطائفية والقومية موجة من ردود الافعال الشعبية والسياسية إلا أن المشروع الذي يخبر بين طياته المستقبلية بوادر تقسيم منطقي تفاوتت الكتل السياسية برفضها الرسمي لمشروع الولايات المتحدة ما الذي دعا الولايات المتحدة إلى طرح مثل هذا المشروع؟ هل فشلت الحلول الداخلية لإنهاء أزمة داعش رغم تقدم القوات الأمنية في عدد كبير من المناطق؟ ما هو موقف الكتل السنية والكردية التي يستهدفها المشروع؟ ما هو الموقف الرسمي للحكومة ومجلس النواب؟ هل سيكون لهم موقف وطني موحد من تلك التدخلات؟ هذه الأسئلة سنطرحها على ضيوكي لكن بعد مشاهدة هذا التقرير الذي يعده الزميل حسن فالح حتى وإن كان مشروع القرار المقدم في الكونغرس الأمريكي القاضي بتقسيم العراق إلى أقاليم غير رسمية لكنه لقى امتعاضا من الأوساط السياسية مشددين على ضرورة توحيد الرؤى بين ساسة البلاد والله ما نحن ضدها بالكامل وهذه محاولة يائسة للهروب من المسؤولية والهروب من الأخفاقات التي حصلت بسبب السياسات الغربية بعد الاحتلال للعراق ونحن قررنا كعراقيين بوضوح أنه يجب أن تكون هناك دولة موحدة اتحادية ديمقراطية في العراق وهذا هو لن نخرج عن هذا السياق على الإطلاق ولهذا ومن هذا المنطلق أحنا أبدئنا بهذا الجهد لتوحيد الرؤى العراقية والقوى الوطنية واللي نعتقد أن شعبنا أكثر ينتسب إلى هذه الاتجاهات لكي نعزز وحدة العراق ونعزز من مسيرة هذا التيار الذي باعتقد أنه يضم معظم شراح المجتمع اليوم احنا أي شيء من هذا القبيل هو حقيقة تكريس الطائفية وتكريس المحاصصة ورسالة باتجاه تقسيم العراق هذا الموضوع حقيقة أنه هناك سياقات لا نقوى الوصول إليها من كائن من يكون الأمر الذي نتقبله بأنه هناك سياسة واضحة هناك حكومة عراقية وهذه الحكومة العراقية عليها التزامات لكل فصائل الشعب العراقي بالتالي هي مسؤولة عن تسليح العشار ومسؤولة عن تسليح الحشد الشعبي والبيش مرقى واليوم احنا عندنا عدو اسم إرهاب يجب أن توحد الصفوف باتجاه هذا العدو وهذه تدخلات حقيقة هي ضغوط سياسية كبيرة الغاية منها لا سمح الله تفريق اللحمة العراقية والعمل على شرذمة الوضع بشكل أكثر ولم يختلف الأمر عن الشارع العراقي الذي أبدى استياؤه على قرار الكونغرس الأمريكية معتبرا إياه خرقا للسيادة الوطنية للبلاد مؤكدا إن ضرب النسيج الوطنية خط أحمر لا يمكن المساس به هذه النوايا الأمريكية مبطنة وجاء الإعلان عنها متأخر كانت هذه المفترض مخطط تقسيم العراقية تم الإعلان عنه بعد عام 2003 واشنطن استغلت الوضع السياسي في العراق الصراعات السياسية في العراق التي توسعت لتكون صراعات ما بين الحكومة وما بين المواطنين أنفسهم المواطنون الأكراد والمواطنون السنة بالتحديد واشنطن تريد من هذا الأمر أن تصل رسالة للحكومة العراقية بأن أنت مو حكومة مستقلة بأن أنت مو حكومة منتخبة من الشعب إحنا بدينا نقدر نغير بدينا نقدر نفرق العراق وبيدينا قرار أعتبره قرار هو مستنكر من قبل الشارع العراقي ونتمنى من السياسي لأن يوحده خطافهم السياسي من أجل وحدة الشعب العراقي هم خلافات سياسية بينهم هو هذا السبب حقيقته فإحنا كمواطنين نستنكر هذا القرار هذا مشروع بايدن مشروع سيس بيكو تقسيم العراق على شكل دويلات فبالتأكيد هذا القرار هو مستنكر فنتمنى من أعضاء مجلس النواب اللي هم 328 نائب أن يستنكروا استنكروا في وقفة أعتبرها وقفة وطنية موحدة وعلى أي حال فأن الخارجية الأمريكية ذكرت بأن سياستها لن تتغير تجاه العراق وهي تدعم وتؤيد عراقا موحدا بجميع مكوناته وأطيافه لبرنامج المشهد الأخير حسن فالح رحبوا معي عزيزي المشاهدين بكل من النائب هلال السهلاني عضو لجنة العلاقات الخارجية والأستاذ حيدر الملة القيادة في اتحاد القوة والمحلل السياسي الأستاذ أبو فراس الحمداني أهلا وسهلا بكم وأبدأ بسؤالي لك سيد النائب هذا اليوم شنو اللي حدث داخل قبة البرلمان أنتم كنواب هذه الكتل هل رفضتم هذا القرار تقسيم العراق أو هذا المشروع اللي يعني ثارت حوله ضجة إعلامية كبيرة بسم الله الرحمن الرحيم تحية إليك ولجميع المشاهديين والضيوفك الكرام بالتأكيد اليوم كانت جلسة مجلس النواب بصدد هذا الموضع هي أساسا ما كانت ضمن جدول أمال المجلس بس بطلب من تواقية من قسم الأعضاء يدر جد من جدول الأعمال صارت نقاشات وطويلة عريضة بالنتيجة أفضت الجلسة بهذا الملف بالذات بهذا الموضوع تؤجل الأسبوع القادم لحد إعداد مسودة نهائية تقرأ داخل مجلس النواب العراقي بالتأكيد اليوم نحن في مفترق طرق هناك من يريد تجزئة العراق وهناك من يريد يحافظ على وحدة وسيادة العراق وبالتالي أعتقد اليوم أمامنا تكليف شرعي وأخلاقي في هذه المرحلة بالذات لكن أريد أعرف شنو اللي يتضمن هذا القرار أريد أن نوضح للناس يعني اليوم الناس تسمع مشروع التقسيم التقسيم المشروع الأمريكي بس ما تعرف شنو يتضمن هذا القرار هو لحد هاللحظة ترى مجرد مسودة مشروع تقدم من قبل لجنة القوات المسلحة في الكونغرس لأحد النواب لأحد النواب ولحد هاللحظة هو حتى ما يناقش في داخل لجنة القوات المسلحة لحد هذه اللحظة وتعرفين الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد همين مقبلة على الانتخابات وهذا الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين لكن هذا مشروع بايدن هذا مشروع قوة إلى مقدمات سننرجع إلى واقع الحال نحن العراقيين ربما عدم انسجامنا عدم تكاتفنا عدم تعاوننا خلال هذه الفترة من سقوط نظام صدام لحد هذه اللحظة ربما هذه أدت إلى تدخل بعض الدول من ضمنها أمريكا والدول الإقليمية في الواقع العراقي حقيقة لذلك أنا أعتقد في هذا الظرف الحرج وفي هذا الوقت الحساس الذي أساسا العراق جاء يواجه داعش يفترض علينا انسجام التعاون التكاتف يعني العراق اليوم بلد ذات سيادة وخرج من البند السابع بعد لا أمريكا ولا غيرها المفترض أن تكون هناك لكن ملينا من هذه الشعارات سيد النائب خلينا نتحدث بكل صرح هذا اليوم ملينا من هذه الشعارات يعني الكل يتحدث يجب توحيد الصفوف ويجب توحيد الكتل السياسية لكن في الواقع الأمر يختلف والنتيجة تختلف يعني هذا اليوم مطاليب لكتل معينة تطالب بها ما تحققت فشون نقدر نسوي انسجام عالي بين الكتل حول مفهوم الوحدة الوطنية اللي الكل هذا اليوم يتكلم بها المطالب مثلي يش خلي أفهمها يعني اليوم الحكومة العراقية مشترك بها الكل مشترك بها الكرد السنة الشيعة الأقليات يعني ما جاء أفتهم أنا لحدها اللحظة المظلومية وين يعني المظلومية يعني ماكو مظلومية بس اسمحين يعني أريد عرف ماكو مظلومية لمقونات الشعب والله إذا ترجع المظلومية إذا على التقسيم اللي أساسا موجود هسا بالوقت الحاضر أساسا جاي دافع عن المحافظات الغربية اللي هو البترول من عنده أنا أقطع مسافة من الناصرية البغداد إذا تسمحيلي من الناصرية إلى بغداد عشرات الشهداء إطلاقين وتعاشوا بالخدمات اللي موجودة والموازنة اللي توصل للمحافظة خب أنا بالنسبة لي ابن الجنوب إذا بهذا الموضوع أنا قلت ياها بصراحة اللي ربما المحافظة الجنوبية مستفادة بس مو هذا هدفي كعراقي كعرض مجلس النواب العراقي هدفي يفترض أن أحافظ أسيادة العراقية البلد المشمار لكن كلام مهم جدا نتكلمت بي خلي أن تقل بهذا الكلام إلى السيد حيدر الملاء سيد حيدر الملاء اتكلم السيد النائب هلال السهلاني كلام جميل جدا وقالت شنو هي هذه المطالب وأيضا شنو يعني المظلومية لدى المكون الآخر هذا اليوم ابن الجنوب هو اللي مظلوم هو اللي ينطي الشهداء هو اللي يدافع عن أرض الوطن وهو هذا اليوم يقاتل في المناطق السنية وين المظلومية وأريد أعرف ليش أمريكا اتخذت هذا القرار يعني بتسليح السنة وتسليح الأكراد هل عجزة الولايات المتحدة الأمريكية في وضع حلول مناسبة في العراق شكرا جزينا بسم الله الرحمن الرحيم يعني طرق ضيفك الكريم أستاذ هلال لقضيتين القضية الأولى قضية المظلومية والقضية الأخرى تكلم عن ما هي هذه المطالب إذا تسألين عن مظلومية أنا باعتقادي اليوم كل أبناء الشعب العراقي مظلومين ويتعرضون لهذه المظلومية ليس بأي مكون من مكونات المجتمع العراقي ولا أي أبناء أي محافظة من أبناء الشعب العراقي لا تتعرض إلى مظلومية اليوم يعني يؤسفني أن أقول إذا كانت مشكلة المحافظات ذات الغالبية السنية مشكلة أمنية ومشكلة اعتقالات ومشكلة إقصاء واشتثاث فاليوم نروح إلى المحافظات الجنوبية والله العظيم بعض المناطق في محافظات الجنوب الحد الأدنى لحياة الإنسان غير متوفى فيها نعم يعني يمكن صارنا نسمع عن مليارات من الموازنات الاستثمارية صرفت وانفقت يعني الأخ هلال من الناصرية فندق واحد من الناصرية من بنه نعم مستشفى بيها فقلت لك خضية المظلومية يعني إذا دخليني أكمل لك الفكرة كل أبناء الشعب العراقي لسبب بسيط أن العملية السياسية يكفي أن نقول أن العراقيين لحد الآن الطبق السياسي عندما تتحدث في ثقافتها تقول النظام السابق والعملية السياسية بمعنى آخر لحد هذه اللحظة لم نستطع أن نرتقي بأدائنا إلى مستوى حتى نقول النظام الجديد نعم ما زلنا يعني في هذه الجدلية لأننا فشلنا في بناء دولة مؤسسات وعندما لا نكون أمام دولة مؤسسات إذن سينعكس الواقع السلبي على كل أبناء الشعب العراقي هذه فيما يخص قضية المظلومية في قضية المطالب يعني جيد أن تسأل أستاذ هلال ما هي هذه المطالب قد تضمن نعم وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي مجتمعين 36 ملف نعم تحدث فيها السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الأولى عندما طرح حكومته للثقة من هذه 36 ملف لم يتحقق سوى ملفان الملف الأول هو النظام الداخل لمجلس الوزراء والملف الثاني هو الاتفاق النفط الهش الذي أقد مع أقليم كردستان نعم و34 ملف أخرى ما زالت ما زالت يعني تترنح في مكانها لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام على الرغم من انقضاء كل السقوف الزمنية التي جاءت فيها وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي وقلنا في حينها وقلنا في حينها عندما نوقشت هذه الملفات كانت حصيلة قراءة واقعية من كل الكتل السياسية لطبيعة الأزمة في العراق وتم الاتفاق والتوافق في حينها أن تنفيذ هذه الملفات ال36 التي لم ينفذ من أده سوى ملفان ستضع خارطة طريق وحجر أساس لبداية حل الأزمة العراقية والانتقال من قضية صرع السلطة إلى مرحلة الصرع من أجل بناء الدولة أريد أعرف أريد أعرف أريد أعرف سيد حيدر يعني 36 مشروع اللي هو كان ضمن برنامج الدكتور حيدر العبادي اللي يطبق منهم اثنين اللي هو النظام الداخلي المجلس الوزراء والاتفاق النفطي والاتفاق النفطي يمكن بسبب ضغط حكومة أقليم كردستان على هذا القانون وهو أيضا معرض لإنهيار الاتفاق النفطي حتى تكون هناك عدالة أو مصالحة أو خلينا نحكيها بكل صراحة التوافق سياسي حقيقي يخلصنا من هذه المأساة وتدخل الدول الخارجية مثل أمريكا وإيران في الشأن العراقي يعني ما زال قضية قانون العفو العام متلكة ما زال قضية المسائلة والعدالة متلكة ما زال قانون الحرس الوطني متلكة هذه أهم البشاريع اللي طالب الأربعة وثلاثين كلها مهمة نعم لكن هذه المسائلة والعدالة التوازن في مؤسسات الدولة ما زال متلكة إعادة هيكلة وبناء المؤسسات العسكرية ما زال متلكة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة الميليشيات على العكس تزداد الظاهرة الميليشيات قضية استكمال قوانين ومشاريع قوانين بناء الدولة مثل قانون المحكمة الاتحادية وقانون المجلس الخدمة الاتحادية الأصلاح القضائي العديد من هذه الملفات وهذه لم تكن وليدة وليدة لحظة أنما وليدة تراكمات على مدار مقمع السنة الماضية وكل هذه المتلقين كله إلى المحلل السياسي سيد أبو فراس الحمداني سيد أبو فراس هذا اليوم العراقي مر منعطف كبير يعني يشاهد تدخل الدول الخارجية أمريكا إيران في أشياء العراقي واليوم أصبحنا في مشروع التقسيم أو يعني نشاهد أنه الكونغرس الأمريكي بدأ يجتمع حتى يسلح الأكراد والسنة واليوم يتكلم كلام السيد حيدر الملة ويقول هناك قوانين اتفقوا بها مع الدكتور حيدر العبادي 36 قانون الملفات مو قوانين الملفات 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 التي تم تشريحها هو أثنين فقط والأربعة وثلاثين قوانين أو ملفات يعتبروها جدا مهمة يعني ما تم منها أي شيء يعني هذا اليوم تحدث عن الميليشيات اللي حصر السلاح بيد الدولة قال أصبحت هناك ميليشيات وأيضا قانون العفو العام وقانون أيضا المسائلة والعدالة أريد نعرف ماذا يعطي يعني هذا القرار الأمريكي من انطباع هل هو فشل الداخل العراقي في حل الأزمات هو فشل للمشروع الأمريكي بشكل كامل بالإراق أنا أعتقد سقوط الموصل بهذه الطريقة هي تعني فشل للمشروع الأمريكي بالإراق فشل مشروع الحكم ما كانت الحكومة تقدر تدير المشروع بشكل حقيقي وكانت تعتقد أن سقوط الموصل هو سقوط للمعارضة وفشل المعارضة أيضا المعارضة السياسية التي كانت تعتقد أن سقوط الموصل بهذه الطريقة هو إحراج للحكومة. وبالتالي أنا أعتقد أنه المشروع الأمريكي ومشروع القرار اللي الأخوة الأعظام الجلس النواب مأكدوا عليه. أنا أعتقد القرار خطير ويتحرك في فراغات سياسية بداخل العراق. أنا أعتقد قانون تحرير العراق تم أيضا طرحها من خلال مشروع عام 1996 و2003 نفذ. أنا أعتقد القانون جاء منسجب مع خطة بايدن الذي تعلن بشكل مباشر. جاء منسجب مع التوجهات الطائفية أيضا عندما يذهب ثلاثة من القادة السنة يقابلون الملك الأردني أو تذهب قيادات أخرى إلى إيران تنسق على الشأن الأمن حتى نكون موضوعين أكثر. أنا أعتقد تحرك في ضمن هذا الفراغ. أنا أعتقد هو سقوط لكل الكتل السياسية التي لم تستطع لحد الآن أن تخلق مشروع وطن نظام. حتى اللي يتحدث عنها الأستاذ حيدر اللي يطرح الشيء ونقيضه. يعني بالبداية يطرح دولة المواطنة هي الضامن الوحيد وبعدين يتحدثني عن مطالب طائفية مناطقية قومية. ياخرد مطالب وطنية ياخرد مطالب تشمن العراقيين كلهم يعني تتطبي هذه المطالب طائفية سيدة أبو فراث؟ نعم مطالب عندما ترفع كتلة معينة تنمثل مكون معين مطالب خاصة بها وعندما ترفع كتلة كردية مطالب كردية خاصة. ما لها علاقة إلا علاقة بالإكراد. ما لها علاقة لا بالناصرية ولا بالبصر ولا بالرمادي. نحن نتحدث عن محاصصة عن تقاسم للدولة عن مصالح تتعارض مع بعضها. لا دخل المواطن فيها. وبالتالي أنا أعتقد الطبقة السياسية كلها أحرقت. لأنه لا يمكن لهذه الأدوات لهذه الطبقة التي ساهمت في تكريس الوضع الطائفي وفي الاحتراب الداخلي وفي التفريط بالسيادة الوطنية. لا يمكن لها أن تقود المرحلة القادمة. يعني ما أعرف أنا نفس الأدوات هم اللي سامموا في تكريس الطائفية يعني متى كانت أمريكا الحل؟ أنا أتفاجأ من نواب مثل السيد ظافر العاني الذي تبنى المشروع المقاوم. عشرات الآلاف من ولدنا ماتوا لأنه كان يعتقد أنه هناك مقاومة للمشروع الأمريكي. الآن نفس النائب يرحب بالقرار الأمريكي. الداعم للأطراض والداعم للسناع على حساب الدولة العراقية. لكن هذا اليوم لكن هذا اليوم اللي يقرأ المشهد السياسي العراقي سيد أبو فراس يشاهد أنه هناك يعني الصراعات السياسية اللي عبزت أمريكا في وجود حل يعني بين الكتل السياسية يعني المناطق السنية هذا اليوم هي المنكوبة من داعش يعني ويحتاجون أبناء العشائر إلى تسليح. يا أخي ومن المانع من تسليح الدولة العراقية؟ أكو مواثيق وأكو أعراف دولية والسيد حيدر الملة هو رجل قانون. يعني هذا خرق للسيادة الوطنية. بعدين أكو قسم قسم يا أختي. أكو قسم لأعضاء مجلس النواب قسمه بالقرآن. إنه يحافظون على سيادة العراق وعلى كرامة العراق وعلى أن العراق أي نائب يعني يقبل بهذا الشرط أنا أعتقد أنه يعني ينقذ يعني قسمه. وبالتالي لا يستحق أن يكون نائب يمثل العراق. أنا أعتقد أكو أزمة حقيقية. ولكن لا يمكن لأدوات الفشل. لأدوات الاحتراف الطائفي. لهذه الأدوات اللي ورطتها كل هذا الضيب. لا يمكن يا أخي أن هذه نفس الأدوات تساهم في إخراج العراق من المحنة. أنا أعتقد بس أطرح نقطة مهمة. إنه هذا ما كان مفاجئ. يعني وزير الإعلام الأردني قبل الشهر وأثناء وجود السيد عمار الحكيم في الأردن طرح مشروع تدريب البيشمرقة وتدريب شوفوا الخطورة. تدريب العشائر السنية سماها وتدريب العشائر السنية في سوريا. شوفوا خطورة المشروع خطورة المشروع الأمريكي الإسرائيلي في تفتيت العراق وسوريا وتفتيت البطقة وتحويلها إلى دولات إثنية وطائفية وقومية حتى تكون إسرائيل السيد الأكبر المضطقة وربما تكون حلفاء أمريكا مثل المملكة الهاشمية تكون حقيقة يعني هي تعيد أمجاد العائلة الهاشمية على حساب العراق. دعني أنتقل أبو فراس بهذه التساؤلات إلى السيد هلال سهلاني. يعني تحدث أبو فراس هناك مشروع طائفي لتقسيم العراق يعني مثل ما سمعت حديثه هذا اليوم شون نقدر نوقف هذا المشروع الطائفي يعني مثل ما تكلم السيد يعني وين القرار الوطني اسمحي لي قبل ما أرد على السادة. السادة حيدار طرق إلى 36 ملف اللي هي على ضوءها تم تشكيل الحكومة. نعم. ومن ضمنها تم تقريبا تمشية أمرين اللي هو الاتفاق النفطي وموضوع النظام الداخلي أنا اللي حتى اللحظة مو دفاعا عن الحكومة حتى لا يفهم أنه هو. حتى نفهم أن نتحاور من أجل العراق نتحدث صراحة أستاذ يعني نتحدث لكل صراحة بدون ما تجام من أجل العراق. من أجل العراق يعني اليوم الدولة في حالة حرب قانون المسائلة والعدالة انقرأ في مجلس النواب العراقي الحرس الوطني وغيرها من القانون المحكمة الاتحادية اللي هي القوانين المهمة لحتى اللحظة هي موجودة داخل مجلس النواب العراقي في اللجان حتى تقرأ وتم قراءتها قراءة ثانية يعني هاي معناها إذا نواجه حرب وداعش على أطراف مدنة وتهجرت حوائنة وباحت العوائل ووض بهذا الجو الشتاء القاسي والصيف وما عارب شنو نفكر احنا والله إذا ما تنقرر القوانين لازم نلجأ إلى جهات أخرى لتقسيم البلد خلق الاتياب بصراع الموضوع يعني بهذه النقطة ما لك أنه يعني تبين للمواطن العراقي الجهة الأخرى ذهبت إلى جهات حتى تقسم البلد حتى موضوع الحرس الوطني حتى موضوع الحرس الوطني ولازم الحرس الوطني في المناطق السنية وحتى ذهاب الأخوة في حكومة الأنبار رمادي مع رئيس المجلس وطلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية والاجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن اللي هو صاحب فكرة تقسيم العراق حتى فكرة التقارب الخليج وبالذات السعودية كل هذا باتفاق وكأنما لمأسسة الطيف السني خب مو صحيحة اليوم أنا أجي ولذات أخرة القوانين اللي متفق عليها بتشكيل الحكومة لازم نحن نقسم البلد الكرد بصفحة والسنة بصفحة والشيعة بصفحة ولربما بعدين نتقاتل بناتنا هذا في الموضوع اليوم يفترض نحن كأعظم مجلس النواب العراقي وحتى الكتل السياسية بمختلف طوائفهم ومختلف قومياتهم يفترض اليوم نحافظ على وحدة العراق فما معقولة كل جهة ريحت لها إلى دولة والطالب بالتسليح لكن وين الاتفاق السياسي بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة هو هذا أسمحي لي إذا وفد من الحكومة المحلية وفد من الحكومة المحلية يروح بدون علم الحكومة وخارج الإطار الاتفاق الستراتيجي يتفق لتسليح المناطق السنية خب هذا ما مشكلة يفترض الحكومة تكون الهنانة رأيي ودور في هذه النقطة أكو تكاتف يفترض لكن خليه يتحدث بكل صراحة مو دفاعا عن أحد لكن هذا اليوم أبناء العشائر تطلب تسليح حتى تحرر مدنها من داعش وهذا حقهم مثل ما السلح الحجد الشعبي من إيران يعني تحدث البعض وكانت هناك مستشارين أمنيين من الدولة الإسلامية إيران لمساعدة الحجد الشعبي في الحرب مع داعش أيضا أبناء العشائر اللي متواجدة فيها الأنبار والعشائر هم يقولوا نحن نريد دعم من أمريكا ونريد تسليح ونريد ضربات حتى تحرر مدننا يعني سابقا ما سلحت العشائر بالمحافظات بالأنبار ما سلحت العشائر اليوم عندنا حاجة وبعدين إذا تسمحيني حتى الحجد الشعبي هو هل يسلح ضمن إطار الدولة لو خارج إطار الدولة وكوني على ثقة أسموه مولي أن آل من المحافظات الجنوبية نعم اليوم احتينا يعني الحقائق لو ما الحجد الشعبي لو ما الحجد الشعبي جوز أنا وأستاذ حيدر ما قاعدين هنا نعم ما أحد ناك واقع الحال ليش ما يدخل الحجد الشعبي يعني مثلا بس اسمحي ليش قد نروح للأردن ليش نروح للأردن نستنجد بالقوات الأردنية وبلك تجوا نتحررون الأنبار ونستنجد ما أعرف بسين أوسات إذا تسمحي لي ليش ما نخلي نتعاون على الحجد الشعبي وتعال الحجد الشعبي وتعاون ابن الرمادي ابن الناصرية ابن بغداد الكردي تعالوا محافظات نطاري من داعش بهاي تساؤلات جميلة جدا أستاذ حيدر أتحدث السيد هلال السهلاني يقول ليش نحن نروح للأردن ونروح لأمريكا ونروح للدول اللي تخلق انقسامات طائفية ليش ما نتوحد ونكون إيدنا بيد الحكومة حتى نحر مناطقنا أتحدث لي بهذا الموضوع أول شيء سعيد حقيقة أنه أسمع الآن أطراف التحالف الوطني تغير كبير بالمنهج 2003 مو رح نجب نسلح من أميرك إحنا جبنا أميركا نفسها هي وأسلحتها ودباباتها وطياراتها وخلينها تحتل العراق حتى بغير نظام الآن أكو تغير بالمنهج أنه نرفض السلاح من أمريكا جيد بس هاي فطلة جيدة حتى تتضح لصورة لا لا أنا مقاطعة بس الوضع إحنا نرحب بكل دعم بس عن طريق الحكومة منهج قبل 2003 استباح الدولة العراقية كلها ورحبنا بالمحتل الأمريكي أن يجي يحتل الأرض العراقية إحنا نريد نحافظ بالحقيقة أنا أعتقد أكو بعض الأشياء أصبحت تهم تلقى عندما تحدث عن ما هي المطالب أنا قدمتها للمطالب لكن ما حد قال ما حد قال البديل عن المطالب أروح أرتمي في أحضان موقفنا واضح نرفض إيران وتركيا والسعودية نقول نقص رجليا إيران والسعودية إذا تدخل وتمسي سيادة العراق في هذه المسألة لا نقبل المجاعدة عليها لكن يقول لك جماعتكم راحوا للأمريكا الأمريكي يطلبون وراحوا للأرجن يعني تحدث عن هذا وستغلت كراس قضية المطالب ترحى على أنها مطالب طائفية يعني اليوم لما تكون الستة وثلاثين ما قدمت إلا من توافق كل مكونات ابناء الشعب العراقي نعم اليوم الأصلاح القضائي يستفاد عنده ابن ذيقار مثل ما يستفاد من عنده ابن لنبار من نقول استكمال بناء مؤسسات الدولة وتشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي حتى للتعيينات لتصير مزايدات بيد الأحزاب ويستفاد من عندها الخريجات والخريجين من أبنائنا هاي يستفاد من عندها ابن البصرة ويستفاد من عندها ابن صلاح الدين عندما نتكلم عن يكون هناك مصالحة وطنية تستفاد من عندها كل محافظات العراق عندما نتكلم عن قانون عفو يستفاد من عندها كل المعتقلين الأبرياء اللي موجودين بالسجون عندما نتكلم عن إصلاح المؤسسة العسكرية يستفاد منعدها كل أبناء الشعب العراقي عندما نتكلم عن حصر السلاح بيد الدولة اليوم بعض الميليشيات صدرت منعدها بعض التصريحات يوم أمس تقول نسلخ جلد الحكومة كلها نستفاد منعدها كل أبناء الشعب العراقي أي مكون طائف اللي قاعد يستفاد منعدها على حسابه وقلناها من البداية اليوم كل أبناء الشعب العراقي هو عنده مظلومية ولذلك الشروع بإصلاح حقيقي هو للدولة كلها برمته بعدين اليوم القضية لو عندي معيار واحد أتعامل بي لو أنه أما مسألة معايير مزدوجة اليوم أعتقد رئيس البرلمانو أنت حاضر الجلسة قدم قال يا باب حتى ذهابنا إلى الأردن بعلم الرئاسات الثلاث ولم نذهب بإرادة منفردة ما هي وفود تطلع يوميا صارنا على مدار 12 سنة تروح إلى إيران وترجع على أعلى مستويات في الحكومة العراقية هل هي معناها هل نفهم لو العراق جزء من إيران وبالنتيجة خالق وبنقطك مسألة طبيعية لو هي معيار واحد يسري على الجميع اليوم الحكومة العراقية نفسه وزير الدفاع قال أكو إيران قاعد أسلح الحجد الشعبي بأسلحة الجيش العراقي ما عنده من عدها طلع فيه تصريح حتى موجود باليوتيوب صوت وصورة قال في بعض الأحيان الجيش العراقي يأخذ أسلحة من الحجد الشعبي ما يدري بيها اليوم قضية تقسيم العراق يعني هيش وصلت العراق هاش أنه بقرار من الكونغرس الأمريكي هز العراق والله لا بارك الله بنا هيش صارت وحدة العراق مرهونة على تشام موركا أي فور تنقال بالكونغرس الأمريكي وحدة العراق نعم موقف كم بس اسمحي لي خليه كم وحدة العراق قضية يقررها العراقيين متى ما قرروا أن يكون هناك استشعار لطبيعة الأزمة في العراق أما إذا وصلت وحدة العراق والله يقررها تشام نائب في أمريكا مبارك علينا معناها معناها فعلا ذاك الوقت معناها العراق مختصر وبنتيجة حيدا لسح قبل ما انتبى لها علاقة بالسلوك السياسي للعراقيين أنفسهم لها علاقة بين مو لها علاقة بالجانب الأمريكي أما اليوم العراق عنده اتفاقية التعاون الستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بانسحاب القوات الأمريكية وقع السيد المالكة لكن لم يطبق من يسعين اليوم الحكومة العراقية حكومة حيدر لعبادي لديها اتفاقية مع التحالف الدولي اليوم سيد حيدر لعبادي قاعد يقول يا أخوان بسبب الأزمة الاقتصادية وهبوط أسعار النفط أنا ما عندي إمكانية لا توجد أموال حتى نجيب العراق كل التسريح راح جاء بنا ألف كلاشنكوف صيني جار بها أخصار سلمها اليوم نحن نواجه إرهاب دولي تنظيم داعش يستهدف الإنسان لكونه إنسان إرهاب دولة يعني ماكو مشكلة تسريح الأبناء العشائر من أي دولة ومن ضمنهم الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية تريد تقدم سلاح تريد تقدم سلاح مرحب بها وأي دولة تريد تقدم سلاح مرحب بها يعني ماكو مشكلة ومن آليات الدولة العراقية ومن حكومة العراقية ليش هالزوبة الكبيرة اللي قاعدة نسويها يعني إحنا ما مختلفين إحنا مع أطار الدولة ما مختلفين خليل إستاذ هلال أخذ هذا الفاصل ونوجع نكمل حديثنا مشاهدينا فاصل ونعود إليكم حلم الطفولة نهر وشجرة وبيت والحلم يكبر يجمع عبق الطبيعة ومتعة التسوق وروعت مناظر الزوارق في نار والشوق لنخيل شط العرب مدينة الأندلس السكنية مستوحام اللوحة فنية لحلم العائلات بالعيش الرغيط مدينة الأندلس السكنية الحلم أصبح حقيقة أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل أبو فراس أنت سمعت لتحدث بي بس رح ترجع رح ترجع أستاذ حيدر لأن أبو فراس ياخذ كلمتين وأرجع لك حتى تكمل أبو فراس أستاذ حيدر يتكلم كلام مهم جدا قال بالألفين وثلاثة أنتم اللي جبتم أمريكا باعتادها وبسلاحها إلى العراق يعني هذا اليوم تجي تقلي مشروع أمريكي ومشروع يقسم العراق مو أنتم جبتوهم نعم ستايفاء هو هذا الخطاب أستاذ حيدر هو هذا اللي يخلوا الناس يتكتلوا بالشوارع هذا الخطاب الطائف النفس اللي يحمل مكون معين ويحمل مسؤولية الاحتلال ويحولهم إلى خونة وإلى عملاء واللي لحد الآن ما زال يردده وبقناعة كاملة وعلى فضائيات أنا أعتقد نفس الخطاب هذا اللي قادل للكارفة هذا اللي يسوى الحقيقة هذا الشرق الطائف الكبير بنفس العناوين لكن تحدث الكلام يعني صحيح جدا أنه بالألفين وثلاثة دخلت القوات الأمريكية بكل عتادها وسلاحها إلى العراق أختي الاحتلال ثمن لديكتاتورية الجريمة الأخيرة لصدام حسين السلام البلد وشرط مخابرات وجيش وأجهزة وأجزة مخابرات وبدأين صدام وأشبال صدام مليون شرط لهم من البغداد يتحملين الشعب العراقي وتحملين مكون معين حتى هذا أنا ما أحمل أنا ما أحمل السيد حيذر العبادي حيذر البلة عفوان كان يتحدث بخطاب واضح يحمل مكون معين يقول مو إحنا اللي جبناهم هكو ناس جابتهم هذا الكلام ميجوز ميجوز واحد يتجرح بشعب عراق الآن يستمرون عنه بالملايين يا أختي والبلد يمر بأزمة كبيرة المفروض خطابنا يتعقل يترشد بشكل أفضل بعدين هو يعني يحتكر الوطنية ما أعرف أنا يعني ما أعرف هاي القوام التي قدمت القوام الأخرى مو وطنية يعني كل هاي المشاريع الوطنية يقول لك الميليشيات موجودة هذا اليوم الميليشيات تتحدى الدولة يا أبو فراث نعم ونحن قد الميليشيات جميل أبو السيد حيدر الملي يقول لك الميليشيات تتحدى الدولة تحدى الدكتور حيدر العبادي نعم نعم والميليشيات تتحدى الكل أختي أختي هناك سلاح غير منضبط الكل يطالب بتوجيه هذا السلاح إلى العدو ولكن هنا لك مشروع كامل يجب أن يلغى مشروع وطني ما عنده حيدر الملي أي بديل حيدر الملي ما راح فد يوم الجفهة القتال ما راح فد يوم وراح زار عوائلنا المهجرة واللي كان بالعراق حقيقة ما عنده مشروع آخر المشروع الآخر اللي نظر له قبل شوية إنه حيدر العبادي ما عنده غير ألف بندقية الحال إنه نروح للأرض وننجيب العراق المؤسسة العسكرية العراقية لكن قلت توقعوا الإيران لكن نتحدث مربوظ أختي أختي الخطأ ما يبرر بخطأ يعني هذا على كلام وأنا ما ألي داخل ستايفاء خلنا نكمل فكرة احنا ما يجوز هي تي ما يجوز واحد لحمل الثاني مسؤولية الخطأ يسقط على جميع الحالات نحن ما نبرر واحد يروح يتعاونوا يا إيران ويستعادوا يا إيران ولكن نحن أمام تحدي أي واحد يدعم الدولة العراقية مرحبا بي الأخوة السعوديين يدعمون العراق في هذه المعركة يدعموننا بالسلاح يدعموننا بالجهد الاستخباراتي أهلا وسهلا تركيا تدعمنا تدعم الحكومة العراقية في حرف ضد داعش أهلا وإيران أيضا دولة جارة وشقيقة ويجب أن يكون ضمن هذا الإطار هذه عملية العداء الطائفي وهي عملية الفرز الطائفي والنظرة الطائفية خلق تنتهي يا أخي عندنا حدود مع إيران من بعق الدول لما إيران تدعمنا وتقف معنا وتقدم شهداء ومسحبت إيران من تكريت شلو اللي سويتها بتكريت والآن شلو المشكلة شلو المشكلة إذا حررت إيران شلو المشكلة إذا دخلت الولايات المتحدة الأمريكية ويسلح الأبناء العشائر وأبناء العشائر يتكاتل داعش واليوم مليونين ونص نازح عندهم بمناطقهم وفق أسس وطنية ست هيفاء لما يدعمون الحكومة العراقية عبر الحكومة العراقية عبر المؤسسة الوطنية للدفاع العراقية ما عندنا مشكلة طبعا أمريكا وكل الدول العربية أشقائنا من حقهم يدعمون أما أن يتم الدعم بهذه الطريقة أنا لم أقرأ ولم أسمع أن هناك دعم لطرف لمكون بعين ضد آخر أكو تقارير للأمم المتحدة طبعا الأخوة في متحدهم ولا يشيرونها إنه الجرافات الكردية جرفت بدن قرى عربية من أهنة جرفتها الآن الأكراد عندهم بمشروع واضح المعالمة المناطق اللي يعبر عنها السيد بسعود برزاني بشكل واضح المناطق التي تحرر لا تسترجع يعني وبدل الخطر الحجد الشعبي الآن اللي حرر تكريت وسلمها لأهله لو الأكراد اللي هي المنطقة اللي يحرروها يجركونها أو السيد بسعود برزاني يقول بالنص من خرج مع داعش غير بسبوع له أن يعود يا أخوان يا أخوان هذا جورنال كارثة حقيقة خلافاتكم السياسية نعم 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 نقطة وحدة إنه حقيقة الجماعة مع السنة يعني ضيعهم من عمر العراقية بهذه الخلافات أنا أعتقد احتاج إلى تصفير أزمات والتصفير ما يتم إلا بإنهاء كل هذه الطبقة السياسية لكن اتحدث بكل صراحة أبو فراث الكل مسؤولين عن الخراب خلي اتحدث بكل صراحة وخليني أنت أرجع لك أنا مداخلتي لأولا ست هيفا ميسي رطيني فرستي مداخلتي لأولا قلت إنه سقوط الموصل بهذه الطريقة يمثل نهاية لمشروع الحكم ومشروع البعارضة بالعراق الأمريكي واضحة مداخلتي أنا أحمل كل القوى السياسية كل القوى السياسية والأحزاب والتعالفات مسؤولية ما يحصل كرسوا العامل الطائفي كرسوا حقيقة الفساد كرسوا المحسوبية والآن كل واحد من عجب عنده ظهر ينتج عليه خارجي وبالتالي الشعب العراقي يدفع ويروجدون أن يسل المستقبل بنفس النظرة الطائفية التي تتهم مكون معين باحتلال العراق الملك كان عنده تداخلات أو مداخلة بسيطة وأنا انتقلت عليك شنو هي المداخلة؟ أول شيء أنا ما أريد أدخل في مناكفات وبيفراش قولني ما لم أقل الكثير من الكلام فما أريد أعلق عليه لأنه سمع أستاذ حيدر أنه أنا لم أقل مثل هذا الكلام ما قاطعتك بس ما أريد أرد لأنه حقيقة أنا لم أذهب بما ذهبتك أستاذ حيدر عزيزك قلت الموضوع مو شخصي أنت قلت أطراف جامعة والأمريكان منهم الأطراف لا احتي يا أخي ليش ما ترد عندما أقول يا أستاذ هلال أن الدولة في حالة حرب فقط للتوضيح أن الموصل سقطت في 9-6-014 ووثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي في الشهر العاشر من 2014 فعندما كتبت هذه الوثيقة وحددت السقف الزمنية أيضا كنا في حالة حرب يعني مو عندما كتبت في القانون هناك شيء اسمه القوة القاهرة مو وراء الوثيقة والبرنامج الحكومي صارت قوة قاهرة اللي هي الحرب بحيث أخرت عملية تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي إنما ونحن في حالة الحرب تناقشنا واتفقنا على البرنامج الحكومي الذي تعرقلي لحد الآن الأربعة وثلاثين ملف المتأخرة هي سبب دخول داعش إلى الأرض العراقية هي سبب الفساد والمفسدين الموجودين في العراق على مدار السنوات الماضية هو السبب الذي عرقل بموجبه الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة بناء الدولة هي السبب في أن لا نكون أمام دولة مؤسسات حقيقية وبالنتيجة استحقاق أبناء الشعب العراقي أنا لا أستطيع أن أقزم نفسي لأتكلم مثل ما قال أخوي أبو فراس أنه مكون ما مكون أنا أعتقد نفسي أتكلم باسم العراق ولا أقبل أقبل أن أقسم نفسي ضمن مفهوم طائفي نعم لذلك هذه الملفات هي ملفات تخص جميع أبناء سيد حمال الطرف معين ومشاهد الآن يستمع حمالت مسؤولية الاحتلال قلت أكونات جابت الأمريكان ليش الآن من نجيب السلاح حتى لا تفسر أنه أكو خوانة وعملاء وناس يجب قتلهم لأنهم خانوا البلد وبرروا الاحتلال جابوا المحتل سنسمع منك بالله فعلا الجزء أنا لا أعرف يعني ببضل شيد أستاذك أنا لا أريد أن أدخل في مناقفة لا لا لازم لكن أنت تحدثت بالإلقاء وثلاثة أكونات جابوا القوات الأمريكان يعني أنت تحديث تساؤلات أشكرت على الفرصة لم تحدثت هذه واقعة المعارضة العراقية نعم عملت على أن يكون هناك قانون في الكونغرس الأمريكي مو ستة وتسعين سنة الف تسعمية واثوانية وتسعين نعم سمي بقانون تحرير العراق ثم تعاونت المعارضة العراقية التي كانت ذا صبغة إسلامية وصبغة كردية فيها من الشيعة ومن السنة أبو فراس الحزب الإسلامي كان مشترك بيها هذه أقطاب المعارضة العراقية هي التي قبلت أن يحتل العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هاي مو اجتهاد من حيدر الملة هذا عشنا واصبحتنا الجولة العراقية الذي يقبل أن يحتل وقبل شوية أنت تتكلم عن مليون واحد أيام النظام المقبور صدام حسين خرجة ومن بغداد هاليوم كثلة ملايين مهجر ونازح من أبناء الشعب العراقية داعش يفتك بدمائهم ويفتك بأعرابهم ووضع 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 خاصة أمام حدث الحكومة في توفير هذا السلاح وتقول ما عندي هاي القواني حفيفي أنت شنو موقفك كان بالاحتلال شنو موقفك زستاد حيدر الملة وكل الناس اللي اعترضون وشعب العراقية ما كان مقيم يعني ندافع عن الدكتاتورية لا شنو موقفه شنو موقف الوطني خليني أتحول بهذه التساؤلات إلى السيدة النائب أبو فراز خليني نوزع الوقت بالتساوي خليني نتحول إلى السيدة النائب هلال السلاني سمعت ما تحدث به سيد أبو فراز الحمداني وأيضا السيد حيدر الملة أريد نعرف بصراحة وشعب العراقي اليوم كله يسمع وكله متأجج عاطفيا بسبب قرار أو ما يسمى بقرار التقسيم أو مشروع التقسيم نتحدث بكل صراحة السياسات والصراعات الحزبية والطائفية والمقيتة داخل العراقية هي اللي أدت إلى هذه النتيجة وبالأخير كل واحد بدولة صغيرة بالعراق وبعدين نتكاتل بيننا الدولات الصغيرة بس نطيني وقتي وقتك إليك سيد نعف وقتك إليك حتى ننهي موضوع التسليح نعم يعني إحنا كحكومة كعضو مجلس النواب نرحب بالتسليح من أي دولة لكن ضمن الإطار الرسمي نعم للدولة يعني ما ممكن السنة تنطيهم مباشرة الكرة تنطيهم مباشرة أشياء مباشرة عبر الحكومة العراقية عبر الحكومة العراقية حتى توضح هذه الفكرة تماما نرجع إلى موضوع أنا من وجهة نظر الشخصية من الألفين وثلاثة الصراعات السياسية وقسم من سياسينا حقيقة من يطلعنا الفضائيات يأطرون الخلاف الشخصي والخلاف على المصالح بإطار قومي أو طائفي إلى أن وصلونا لهذا الحد أنا أتمنى من كل عراقيين من كل سياسيين من يطلع في قنوات فضائية خلينا نتحدث من أجل العراق اليوم أنا أسأل الساد حيدر يعني شنه المشكلة منه حرر صلاح الدين الحجد الشعبي عشرات بل مئات الشهداء من المحافظات الجنوبية وهم متطوعين وأصحاب دوائر وموظفين وإجا وجاهدة وحرروا صلاح الدين يعني أنا أروح أستنجد بجهات والحجد الشعبي جاهز حتى يحرر أرض العراق حسي يا خب مو أرض العراق وأحررها وإيدي بإيد الساد حيدر بإيد سين بإيد صاد هاي المكونات السياسية اللي أساسا ترفض الدخول الحجد الشعبي وحصلت إياها بصراحة أنا أكو أمثلة حقيقيا ضربت بالناصرية أنا رحت إلى مأتة مفاتحة لأحد الشهداء العام كنت قاعد في نفس المكان قالوا يا أبا هذا أخوه ثاني نقيب كوني على ثقة منهم مشؤول عن هذا الموضوع منهم اليوم يتطرق على ساحات الاعتصام اللي هي جابت لنا المهزلة وجابت لنا داعش وجابت لنا الإرهاب والتطرف منهما مثلا ليش أنا اليوم كعراقي ما أحكي بالمنطق وأحكي بالوطنية أي جهة عراقية تحرر أرض عراقية المفروض نحن نتعاون معها كلها يعني أنا أبا ماكو تعاون ماكو تعاون طبعا ماكو تعاون ليش الحجد الشعبي من دخل وحرر صلاح الدين انقلب الثلاجة وما أعرف شنو تعالوا مروا من طريق البصرة إلى أن توصلوا إلى بغداد شوفوا شقد شهداء جاي تجي من هذه المناطق ليش هذا الموضوع وكأنما الحجد الشعبي وكأنما عدو لطائف السينية يا معودين والله جاي ندفع ضحايا دم وشهداء يوميا من أجل عراق أروح أستنجد أدور إسلاح وأستنجد من دول عربية بل كي تفزعوا لي حتى نحرر أرض العراق وابن العراق الذي يحررها في نفس الوقت لكن نتحدث سيد حيدر يعني قال أن الحجد الشعبي باعتراف عدد كبير من القادة والسياسي قالوا مسلحين أكثر من الجيش وهنا يعني الحديث ليش ما نخلي الإسلاح والإسلاح وهذه والحجد الشعبي والفصائل تحت راية الحكومة العراقية وراء تحت الأجهزة الداخلية والدفاع ما تقاتل تحت راية الحكومة ما معقولة إذا يطلع واحد من أجهزهم أو اثنين سوى خطأ بالشارع العراقي لكن أكو خلافة ما تحدث أكو ميليشيات طلعت واتحدثت يعني في الشارع العراق يعني اتحدث الحكومة العراقية هذا ما تحدث لي سيد المؤلاء السيد الحيدر هس صلاح الدين ما حرر الحجد الشعبي على لسان وزير الدفاع في مجلس النواب العراقي ورئيس الوزراء يقول ما ممكن الجيش يقدر يقاتل بدون الحجد الشعبي والحجد الشعبي ما يقدر يقاتل بدون الجيش وensions القاعدة والجيش العراقي موجود بالرمادي ليش ما أساهم بالحجد الشعبي سهله وأخلي يدخل طهر الرمادي وكأنما الحجد الشعبي حتى المؤسسة العسكرية بهذه التصريحات الإعلامية انتهت المؤسسة العسكرية الجيش العراقي طاعفي الجيش العراقي صفوي الجيش العراقي يا أبوا والله مليονة من هذه اللهجة لذلك وصلنا إلى أن أي دولة تدخل بنا تدخل بنا بساطة لا فبدل على هذا التساؤل أريد أنتقل لأن الوقت يعني إذا أهمني قال لك أكو ميليشيات تتحدث الدولة أكو هاي الميليشيات موجودة على هذا الواقع لا أتحدث لا أسمحي لا أتحدث لا أسمحي أريد أنتقل أريد أنتقل إحنا اليوم ما عندنا ميليشيات عندنا حشد شعبي تحت راية الدولة وضمن المظومة الدولية إذا تسمحي لي أما خطأ شخص هنا أو خطأ شخص هنا أجي أحمل للحجد الشعبي والله والله أنا ابن الجنوب وابن الناصرية اللي أساسا لا بها خدمات بس فقط ننفق البترول على المحافظات اللي أساسا بالوسط والمحافظات الشمالية وندفع شهداء ونجاي نضحي ليشموا أبناء الحجد الشعبي اليوم اللي يجي يجاهد يعني حتى يموت من أجل شنو حتى يموت غير من أجل العراق ومن أجل الوطن سيد حيدر يقول لك ما كو ميليشيات هاي الميليشيات طلعت وتحدث رئيس الوزراء واللي تحدثت عنها يقول لك هاي ناس مندسة دخلت للحجد الشعبي حتى تخرب المشروع الوطني اللي يقود الحجد الشعبي لتحرير المناطق السنية وانتوا اليوم الصيحون وتأججون الطائفة مالكم وتقولون يا بأكو ميليشيات تتحدى الدولة طبعا مناطقكم والناس اللي موجودة تخاف من دخول الحجد الشعبي بسبب هذه التصريحات شيد أول شيء أنا ماريد أكرر ما أتحدث باسم طائفة لأن ما أقبل أقزم نفسي هذا اليوم أنت تمثل تقيادي في اتحاد القوة يعني خلق أحدث بكل صياحة سيد الملة لما يطلع لي سمحت سيد مقتدى الصدر ويسميها الميليشيات الوقحة مو بس ميليشيات أنا ما عرف أصدق كلام سيد مقتدى الصدر زين لما تطلع لنا المرجعية النجف الأشرف كل أسبوع وتقول اليوم فلان شيء خلان خرق فلان شيء لا تكتلون لا تذبحون لا تسوي أو فيه تباقعدهم على أساسه تكلم المرجعية ما عرف أسمع كلامك لو أسمع كلام المرجعية قضية الثالثة اليوم الحجد الشعبي تشكل بفتوى من مرجعية النجف الأشرف باشر عقبة همينة تطلع لي عمام السنية تقول هاي الميليشيات اللي داي تحدث قلت لك مو حيدر الملة قالها سيد مقتدى الصدر سمها وقحها بعد قال هاي أصدر لكم فتوى شكل وتشكيلات حتى تجابهون هاي الميليشيات معركة سنية شيعية منه اللي يدفعها منه منه اللي يتحمل هيجي قرار السؤال اليوم اللي يفكر بعقلية بناء دولة يفكر في ترصين المؤسسة العسكرية مو يخلق لي مؤسسات خارج المؤسسة العسكرية أكمل لك أنا ما قاطعتك أستاذ هلال أنا ما هاجمه لا بالعكس لا لا ما أقبل بالعكس بالجيش العراق لا أسمحكك خلينا أكمل الفكرة ما قاطعك أستاذ هلال اليوم نحن نواجه الراق المفروض ببسست الجيش أخي إذا جيش إسمحني إذا جيش إذا جيش يراد لمساعدة ليعدك العراقي إنتا ما تعطي إيدك الفيديويا لو ظلون بس من فنادق شمال ومن فنادق عمان وصير أصحاب أصحاب الفنادق وينهم أصحاب الفنادق وأصحاب ساحات الاعتصام وينهم والله والله حذاء حذاء مقاتل من الحجد الشعبي واللي يستجهدوا يسوى ساحات الاعتصام كلها لأن هم جابوا لنا التطرف والإرهاب أنا أتمنى من عندك يا سيد حيدا إذا تسمعني لا أسمح لي لا أسمح لي لا أسمح لي اليوم أكو عدو الإرهاب أكو عدو اسم الإرهاب أكو عدو اسم الإرهاب المفروض الشيعي السني الكردي المسيحي اليزيدي الصابري كلهم نمتجام الإرهاب يا أخي ترهي الفكرة خلي كمل إنتقيا نعم خلي كمل كمل إنتقيا تسمعني أدو أكو عدو موجود خلي أستاذ سيد هيلال لطرد هذا العجل نعم نعم خلاف جمي جدا أقول لك خلي نتعاون كلنا ونطرد هذا العجل خلي فقط لا أكثر لا أكثر أشترك لا أكثر تحيير كل الحج الشعبي وقال سيد مقتلس تقومي مراجعي خلي كلم أخو أخو أخطأ أصل بالحرب أخو أخطأ أصل بالحرب أنطنا مجال أنطر مجال شو تقولми إذا تسمح إذا أقولكم ما أسمح لك تستمر فضل لا أحذر لا أقول الألم لا أقضي الأدو خلي الأشياء منهجية صدقني ما يصير أستاذ لأكمل الفكرة اليوم مرجعية النجف الأشرف عندما قالت بالجهاد الكفائي قالت على أن يكون ضمن مؤسسة الجيش حسنا ما فيها شي واحد ما يندل يعرف ما عنده معرفة بي بناء دولة ماعب يتعلم الناس والشعوب الراقية اللي تحترم نفسها مو تروح تهد الدولة حتى تقدم بدائل تزغر وتقزم بها الدولة لا والله أفتح باب التطوع وذاك الوقت يجي الشيعي والسني والكردي اليزيدي العربي التركماني ضمن مؤسسة الجيش ويقاتلون تحت راية العراق هذا اللي يدفع المرجعية الكريمة في النجف الأشرف تقول لف رفعوا الرايات وصور رفعوا بس راية العراق قلت لك ما بيها شيء واحد ما يعرف ان عرفه انه يا بل شعب خليناكمل في تفسير بس المرجعية وحاج الشعب مو بس لقيا في الشيعي نادة المرجعية نادت بكل المكونات العراقية نعم لأ الماضل عني بس ماضل عني أريد أروف لغيب التالي بس هل أكو عدو أكو عدو أكو عدو موجود خلينا نتعاون كل إحنا أنا وإنت بس فقط أشفاف يا أخي والله أخو جايزي أخو جايزي اليوم بعدين بعدين اليوم ما يحدث في ليبيا خليناكمل الفكر ما يصير ضيوفكي قاطعوني وما تخليهم نعم أنت بس المستخلين أنا عندي ماذا يتقاتلون شيعة أو سنة تتقاتل فصائل مسلحة اللي تقاتلوا فيه لبنان مو تقاتلوا شيعة أو سنة تقاتلوا فصائل مسلحة أخي أهل مكة بإذراف شعب يعني أنا اليوم نعم خلي أدخل إلى ضيوف الثالث أقل من تحديد ثانية أقل من ثلاثية ثانية يقول القصار سنة وشيعي يعني الحجد يسعبي لا يروح لا يروح هذا الفكرة خاطئ أهل مكة نعم أهل الأنبار هم يسنوا نعم أهل الأنبار هم أهل الأنبار هم مكة بإذراف أهل الأنبار أهل الأنبار أهل الأنبار نشر أكد الحواري، لازم لاجمة اليوم المواطني يسمح سيد حيدان، الواطن، الواطن يشهل معه ما نقصّي للفكرة، ما نقصّي للفكرة، ما نقصّي للفكرة محاéndو تصّي لاشي حالي الزواجية تـوز يريد أصبعنا مصرحها لا لا لا، ما يصلّي شوية واليوم تأتيد مواطن احترام باللواطن، احترام المشاعد نعم، هل من أسماء ميليشيات، نعم، هل من أقولها لحن ننهين الحلقة– لحن ننهي الحلقة اي جيد ارهاب والعوائل النازحة الارهاب والعياة ممس الارهاب والبهاد ونفقر ما يترون العراق ونفقر ما يترون العراق ونفقر ما يترون العراق وساحات الارهاب في أزقة الأحداث نتجول نخوض في المعلن بعد العشارة للمخفي في ساعة لنقل الخبر ليست الأخيرة لكن عنوانها جاء كذلك اهلا وسهلا بكم مشاهدين بعد هذا الفاصل واعتذر على ما حدث في الاستيديو انتقل الى ابو فراس ابو فراس سمعت ما تحدث به السيد حيدر الملة وايضا السيد النائب هلال السهلاني الكل حمل الثاني المسؤولية يعني هذا ما افتهمت او قدرت افتهمه اريد تنطيني موجز من حديث يعني بالحقيقة اعتقد انه هي ازمة البلد ازمة البلد انه ازمة ثقة موجودة بين الكتل السياسية بين اعضاء مجلس النواب والكل يزايد على مناطقه واحنا وفقدنا حقيقة بلد لم يعمط بلد ينتشر فيه الوقت الفساد بلد يعيش كارثة انسانية بلد يعيش حقيقة ازمة سياسية خانقة وانا اعتقد سبب الازمة الحقيقي انه هذا الخطاب المتشنج لكل القوة السياسية ربما الاخ حيدر عنده بعض النقاط المحق بها ربما الاستاذ هلال ايضا ولكن فعلا بالنتيجة ما رح نوصل لنقطة حوار انا اعتقد المشروع الوطني الوحيد الناجز والعابر للطواف هو مشروع الحجد الشعبي ممكن تجديدة ممكن هذا عادة سياقته ولكن هو المشروع الحقيقي يعني ابن الناصرية وابن البصرة يفزع لفتوى المرجعية اللي يشاري الاسداد حيدر ويروح يدافع عن الرمادي ويقدل دمه حتى ابن الرمادي يرجع ويحارف داعش داعش اللي البعض صورها اختي هيفا انا اخذ فرصتي بالحديث نعم الوقت ما بقاعد اختي لازم اخذ فرصتي انا جاي مشارك حقيقي بالحوار اختي هيفا حقيقة اختي ما يخالف انا اعتقد داعش كانت نتيجة لخطأ في التقييم البعض ما نريد نعيد الاسباب البعض قال عدة مينات جاءوا واحتلوا الموصل زين منهم داعش منهم اللي موجود بالحالة لكن اليوم الكل ضد داعش انا اتحدث بكل صراح الوام الكل ضد داعش داعش اصبح خطر يعني يواجه الكل يعني السني والشيعي والكردي والصابي والترك يعني يواجه الكل فخليني نعم ولكننا ندفع ستايفاء 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 المجتمعات لما تمروا بمشكلة عليها حقيقة تدرس العبرة من هذه المشكلة هناك تشريص سياسي غير صحيح هناك من اعطى داعش غطاء سياسي هناك من اعتبرهم ثوار عشائر هناك من حجمهم وقالهم بضعة مئات وبالتالي من اجتهد خطأا في تقييم الحالة لا يستطيع ان يجتهد يعني ادوات الفشل وادوات الهزيمة وادوات الانكساب لا يمكن ان تقدم وجهة نظر صحيحة لقيادة البقاء اعتقد انه المرجعية طرحت مشروع ناهض مشروع عابر للطوائف مشروع الحجد الشعبي هذا مشروع وطني ابو فراث انتهى الوقت ابو فراث انتهى الوقت استاذ حيدر الملاء اتكلم بموجز الله يخليك انا اعتقد وحدة من الزمات العراق في اننا نتجاوز على الدستور نتجاوز على الارادة الوطنية لتمرير بعض الاجندات اليوم ما نقدر نفكر بعقلية بناء دولة عندما نقزم مؤسسات الدولة امام مؤسسات غير دستورية حتى قيادات الحجد الشعبي تعترف انه هيئة مشكلة خارج اطار الدستور وبالنتيجة فتوى المرجعية الكريمة كانت واضحة في ان الجهاد الكفائي يكون ضمن مؤسسة الدولة هناك محاولة لبعض الاطراف صارت واضحة بالنسبة ان الهى ارتباطات اقليمية تريد ان تحل بعض المؤسسات الغير دستورية وتحاول ان تقزم الدولة العراقية من يفكر بعقلية بناء الدولة عليه ان يرصن الجيش العراقي ويعتبر هذا الجيش هو الذي الكثيل في ان يطهر ارض العراق من الارهاب الاعمى اللي هو ارهاب داعش او الميليشيات اللي سماها بعض القيادات السياسية بالميليشيات الوقحة وبالنتيجة هذا المشروع الوحيد القادر على بناء الدولة وتطهير الارض من كل ارهاب شكرا اقل من دغفة يعني على الواب ثواني لان كل امتين انتهى الوقت قل انتهى الوقت المخرج يعني انا اقول خطر موجود اللي هو هذا الآفة السرطانية داعش اذا ما نتعاون الحج الشعبي ابناء العشائر القوات المسلحة وانصر فريق عمل واحد من اجل طرد الارهاب للظل احنا كل ساعب مكان شكرا جزيلا شكرا جزيلا بالختام عندي كلمة الى قادة الكتل السياسية صارنا عشر سنوات دخلنا بكل انواع الازمات الارهاب والموت والمفخخات وواقع صحي وخدمي بائس جدا انه بجانة تقسيم اللي زاد الطيم بلا خلوا عدكم موقف وطني واضح من مشروع التقسيم لان بعضكم كان السبب بكل هذا خليتم ابواب العراق مفتوحة لكل التدخلات شوفوكم او شوفو شلون كنتم مختلفين دائما هذا المشروع اذا وافقتم عليه راح تساهمون في خراب البلد وراح تنعلكم الاجيال والتاريخ بس اتركوا ولاءاتكم الخارجية ومستحيل يقدر واحد يدخل بالبلد الى كل اهلنا بالعراق من الشمال للجنوب اش راح تتصورون التقسيم يحل مشاكل العراق بالعكس راح تتكاتل احزاب الطائفة الواحدة بينتها التروات والنفط والهيمنة وجربتوهم عشر سنوات راح يتكاتلون كل حزب عنده جناح مسلح اوقفوا بوجه اي واحد يريد يمشي هذا القرار مهما كانت مكانتو سجلوا موقف موحد لان العراق مثل الجسد الواحد ومستحيل ينفصل الراس عن الجسد تصبحون على وطن موحد في امان الله اشتركوا في القناة